السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتقل الى اجزرسيس الثاني يعني ما زال خدامي في احزب كالكولي يعني هذا الشيء القراطي في التعمل التحت يعني ما زال كندير واحد ريفيزيو باش ندخله لصلب الموضوع ديالنا يعني النصر والتعميل فاكتوريزاسيو داو الدرس الاول في الكاتر يام سننمشو لشي تعابير غير هالتعابير فيهم لأقواس يعني كيفاش غادي نتعامله مع الاقواس حيتاش إلا عطاك واحد فيه الفاكتوريزاسيو فيه التعميل ولا فيه النشر حكي يعطيك الاقواس وفي الاقواس خاصك تعرف في القاعدة باش تحسب تعابير بالاقواس غادي نبدو بالتعابير الاول ديما في الاقواس لحسب تعبير فيه الاقواس بو كالكولي اكسبريسيون كنحسبوه هاداك شي لكي لدخل ديال لباقونتيزة هو اللول هاداك شي لكي لدخل ديال الاقواس هو اللول غادي نحسبوه وهنا اراه توحيد المقام يعني ما فيه شي حاجة بسع يعني واحد ناقص هنا غادي نحسبوها ديالك توحيد المقام هو ثلاثة ما يعني جوج ناقص جوج ناقص اربعة ناقص قوس كبير واحد ناقص هج لكي لدخل هنا توحيد المقام واحد هنا ثلاثة فاربعة وهنا اربعة فاربعة ستاش الزائد كندلو الزائد هنا ثلاثة فثلاثة تسعود تحفيدو اجدو الضرب راح تخيي اسانسي فهذا الشي ديال تسعود السابعة والثامنة مهم تتوصل لبقى راح اسانسي حيزاش كتحسبوه كتتعملو غير بالاعداد والدرب القسمة وهذا الشي راح تحفيدوه هالشي حاجة طبيعية واحد ناقص غادي ندروا المقام واحدة واتلاثة فاربعة اربعة فخمسة ناقص واحد في ثلاثة ثلاثة صافي هنه شحر اضعتنا جوج ناقص ربحا كنزل اشارة ديال الكبير يك واحد ناقص كنزل اشارة ديال الكبير وكنديرو الكبير ناقص صغير اربعة ناقص جوج احيا جوج على ثلاثة ناقص واحد ناقص هنا ستاش زائد سعود الحال احيا خمسة وعشرين اربعة فثلاثة اتناعش واحد ناقص خمسة فربعة عشرين ناقص ثلاثة سبعتاش خسكم تبرنو شوية لحزة ثلاثة فربعة اتناعش من بعد هنا سنحيدوا الأقواس غير خصك تنتابه لهاديك الإشارة اللي كينا قبل الأقواس هنا ناقص يعني هذوك الإشارات اللي كينا لدخل ديال الأقواس ستبدلوا كاملين حيثاش كين ناقص كون كين زائد سنحيدوا وعيني مغمضين واحد هنا الإشارة هنا ستبدل زائد جالسا هناك واحد ناقص وإشارة تبدل هنا الإشارة هنا زائد يعني ناقص خمسة وعشرين على اتناعش صافي ناقص واحد ناقص 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 سبعتاش على اتناعش هنا نقاطين واحدة ومقام عادي ثلاثة ثلاثة زائد جوج راح هي هذه نحن سنحاول او تاني نحيد هذه اللامة بحال بحال اقواص سنحسب هذا الشكل لدخل الاقواص اول نحسب هذا الشكل لدخل واحد ناقص اتناعش خمسة وعشرين على اتناعش ناقص واحدة المقام حتى ناقص واحدة المقام اتناعش ناقص سبعة اتناعش ثلاثة زائد جوج هي خمسة على ثلاثة اتناعش ناقص خمسة وعشرين ناقص 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 ثلاثة اتناعش ناقص السبعة ما اتناعش لأقوز يعني كان ناقص هو الأول كان بتدل الإشارات اللي كان لداخل كان زائد ما كانت بتلتحاجة كانت خليه أذك شي كم مكان خمسة على ثلاثة زائد تلتاش على تناش يعني زائد أو ثاني بحقاش إشارة ناقص مع ناقص زائد خمسة على تناش وهذا الشي غادي تحسبوه توحيد لما قام يعني غادي تحسبوه المقام حنا المقام موحد هنا غادي يكون تناش يعني هنا غادي نضربو ربعة وربعة يعني ربعة في خمسة على تناش زائد تلتاش زائد خمسة على تناش كوشي صافي وغادي تحسبوه التعبير هذا غادي يعطيكم شي حاجة على جهة شي تخي سمبل غادي ندزو التعبير تساني على الإكسبريسيون ب حتى هي نفس طريقة ما كانت تبقى للأقواص كانت تبقى للتسماء ب حتى هنا قد نوحده المقام ونوحده المقام ونوحده المقام ونحسبوه وعقلته في واحد الإكترسيس الأول رقنا فيه توحيد لماقام ديال ثلاثة الأعداد كم تبقى ديري حيث الشيء ما تطلب ليه لليه وقت بزيال كون بيت نوحده المقام هاتجوج ونحسبوه معه أو تتبقى لليه نتوحيد للمقام الأخرى كنت تطلب ليه بزيال وقت يعني كان واحد غير المقام نغييه ثلاثة صافي المقام وحده كنضرب هنا المقام دياله في المقام دياله في المقام دياله والمقام دياله شحى راح تلاته راح كتساوي ثلاثة الأعداد غير هذا واحد ما كي كيدر نتحج ليمونة قسمها واحد الإنسان إنسان واحد ركيز ليمونة كاملة المقام وحده غير يكون أنا لأ واحد يك واحد خمسة في ثلاثة يعني خمسة في ثلاثة وهنا غادي نضربوا هاد الفوق ثلاثة غادي نضربوا فلما قامت ديال الأعداد الأخرين يعني خمسة وثلاثة ضارب خمسة ضارب ثلاثة ناقص حيث كين ناقص هنا كنطبع لإصارة الكنين صافي وهذا عادي نضربه في المقامات الأخرين هذا وهذا ثلاثة فاربعة يكون عادي ناقص كون كان زائد هنا هندير الزائد صافي غادي نضربها خمسة ضارب واحد عافوان هنا راح نضربه ثلاثة في واحد غادي نسيت واحد هنا كندير المقام ديال هذا وهذا بنسبة لهذا وبنسبة لهذا كندير المقام ديال هذا فهذا كنحطه من الفوق بين سلوك صافي وعاو تاني الآخرين نفس طريقة نفس طريقة بنسبة للتعبير الثاني وعاو تاني غادي نديرو التعبير لهم زائد نوحده المقام للشي المقام موحد هنا غادي يكون خمسة حيتاش هنا على واحد واحد ضرب خمسة 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 زاقي زجوج خمسة خمسة تدخي سامبل المقام موحد هنا كنديرو خمسة هذا في واحد على واحد هنا كما قلت لكم في الأول رابعة راكات ساوي رابعة لواحد رابعة راكات ساوي رابعة لواحد وهي هذه صافي وغادي نحسب سامبل جي هنا خمسة ثلاثة خمسة 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 في ثلاثة هي خمسة وربعين ناقص ثلاثة في واحد هي ثلاثة ناقص خمسة في واحد هي خمسة ناقص ثلاثة في واحد هي ثلاثة ثلاثة خمسة في واحد هي خمسة ثلاثة خمسة في ثلاثة هي هذه هي خمسة وربعين حاول تعقله ثلاثة في خمسة خمستاش زائد اربعة في خمستاش هي ستين ناقص جوج ناقص جوج خمستاش خمستاش ناقص ثلاثة ناقص خمسة خمسة واربعين ناقص ثلاثة ناقص خمسة نقص خمسة خمسة واربعين ناقص ثلاثة هي خمسة واربعين ناقص خمسة هي 37 راح عدب خمستاش ناقص ثلاثة زائد خمسة ثمانية ثمانية ناقص خمسة وربعين اش كنزو اشارة القبيلة خمسة وربعين حيث ترى 45 ناقية ثمانية 45 ناقية ثمانية مفترض 37 ثم اضع 6 ناقية ثمانية 5 أضع 6 ناقية ثمانية 50 على خمستاش بعد ذلك سنجعل هذا أقوص إذا نطبع من الزائد عن العشرة بكل مضع يعني هنا ملابس إذا كان هناك بلس كنحيي الأقوات كنغمض هنا من اللي يكون ناقص كبدل يعني الناقص هنا قد تقول لي زايد حقا شكين ناقص بره 37 على 15 زايد 58 على 15 85 على 15 حتى لو كان زايد قد نحييي الأقوات زايد سوف هنا لما قاموا حضران و 15 سوف يجمع هذه مع هذه مع هذه سوف أعطيك عادات وكتبوا اسم زايد 58 بعد ذلك سوف ننزل واحد عبير ليه شوية صعب لا يصعب يجب أن تعرف الطريقة كيف تحسبوه هذا سوف أعطيته الشيء واحد السادس والخامس سوف يحسبوه أي سوف يحسبوه بالطريقة عمودية سوف يحسبوه أعداد بالفاصلة سوف يحسبوه الفاصلة سوف يحسب لا سوف تحسبوه بالطريقة سوف نحاول نردها سهل أكثر كيف نحسبها بطغية بالطريقة سهلة كما نحسبوه بالطريقة سوف تحسبوه سوف تحسبوه سوف تحسبوه واحد فاصلة ثلاثة واحد فاصلة ثلاثة واحد فاصلة ثلاثة يمكن نردوه على شكل كسر سوف تحسبوه أقل جمعين سوف تحسبوه قاسم عشر سوف تحسبوه سوف تحسبوه سوف تحسبوه سوف تحسبوها سوف نحاول نردها لكم على شكل كسر وانتم تبقو توحيد الى مقام وتحسبوها سوف تحسبوها سوف تحسبوها ثمنتعش ثمانتعش فاصلة ثمانية وسبعية احنا الفاصلة ارجعت الجمرات يعني نرى القسمناه العدد الاول قسمناه على مية الى ارجع بفاصلة واحدة قسمنا على أسرة ارجع بثلاثة قسمنا على ألف يعني كلما تزيد تزيد في الأصفار هنا يعني هنا 1878 على مية زائد حتى نرجع نجر مرات يعني 283 على مية حتى هنا جر مرات يعني 23 على مية حتى هنا جر مرات 1103 على مية حتى هنا هنا فاصلة واحدة يعني رجعنا غير فاصلة واحدة يعني قسمه غير على عشرة 25 على عشرة سيكلة وهذا رأى محدد للمقام غادي نحتم غير في المقام واحد ونحسب البسط بوحده هادي زائد هادي زائد وغادي يعطيكم واحد العداد صافي على مية زائد عداد هذا على عشرة عداد على عشرة والمقام واحد يجب أن نعرفه غير عشان هو العامل المشترك بين هذا وهذا وغادي نحسبوه بكل سهولة سيكلة غير هنا غادي الضرب غيرها في عشرة عشرة في عشرة 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 ويعطيك المقام واحدة ومية حسبوها قد يفعي شي مشكل صفته علي قليلكم الرقم دي الواتساب ديالي في الديسكريبسيون وإن شاء الله اللي خدسوشي حاجة يتصل معي صافي نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله إكزيرسي سلسة